بحضراتكم مشاهدين الكرام وكل عام وحضراتكم بكل خير مازال العمل مستمر هنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة في المشاريع المتعددة نسب إنجاز قربت على الانتهاء في عدد كبير من هذه المشاريع سنستعرض مع حضراتكم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحي السكني الخامس R5 هذا الحي الذي به عدة مناطق بداخله ويصل مساحته إلى ألف فدان تقريبا سنتحدث تحديدا من داخل هذا الحي حي جاردن سيتي الجديد هذا الحي الذي يوحي بنفس شكل البنايات والطراز المعماري للقاهرة الخدوية حيث الشبه كبير جدا ما بينه وما بين بنايات وسط القاهرة سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الحي ولكن بعد أن أرحب بضيفي مع مش مهندس محمد سليمان وهو نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة للحي السكني الخامس مش مهندس برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وانطيبين جميعا ومباشرة نتحدث عن الحي السكني الخامس ماذا بداخله عدد الوحدات تقريبا بصورة إجمالية وأهم ما يميزه عنه عن الوحدات السكنية والأحياء السكنية الأخرى أولا نحن برحب بيكم في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي الخامس شرفتونا نحن حاليا دلوقتي في الحي الخامس أرفايف مساحة الحي 885 فدان مكون من 385 عمارة بإجمالي 21500 واحدة سكنية بالإضافة إلى عدد 241 فيلا متنوعة المساحات الطابع المميز هنا في الحي الخامس زمانتم شايفين هو الطابع القديم الأصيل لجاردين سيتي بيطفي أو موجود على كل الأعمارات الموجودة وكذلك الفيلل واللي بيميز الحي الخامس بالإضافة إلى الشكل المعماري المتميز له إنه هو بيمثل الجيل الرابع من الأعمارات السكنية على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية وهذا الطابع بيولى اهتمام كبير جدا بالقيادة السياسية ومعالي دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزير أعتدنا سماع هذه الجملة يعني مدن الجيل الرابع وبنايات الجيل الرابع ما الذي يميز هذه البنايات وما الذي تقدمه مدن الجيل الرابع لساكنيها إن شاء الله في المستقبل عنها عن المدن التقليدية أول حاجة بيتميز الجيل الرابع هو الطابع المعماري المتميز اللي ملوش مسيل في باقي المدن تاني حاجة إنه هو بيمثل التحديث في المعاملات بالنسبة للمجود خدمات كثيرة جدا بيجدها الساكن مجرد دخوله إلى الوحدة السكنية زي أعمال الانترنت المركزي المحاسبة عن طريق الخدمات اللي هي المدفوعات للمياه والكهرباء والاتصالات برضو بتبقى عن طريق الانترنت وده بيبقى ده مش شيء يعني شيء ده مش تقريدي زي بقية المدن المدن الأجيالي اللي قبل كده مهندس فرص العمل بالتأكيد يعني العاصمة الإدارية هنا وفرت مئات فرص العمل يعني لو لم تكن الألاف لأهلين في عدد من المحافظات كيف ساعد هذا يعني على إيجاد فرص العمل ولحاك ستطلعنا على ربما الأعداد العاملين هنا في جهاز العاصمة أو بصورة عامة على نقطة يعني توفير فرص العمل من خلال المشاريع المتعددة التابعة للدولة هنا في العاصمة الإدارية وبالفعل زي ما حضرتك قلت أن فرص العمل هنا متعددة وكثيرة جدا أنا بأتكلم عن الحياة الخامس بأتكلم في حدود حوالي ما يقارب لأربعين ألف فرصة عمل موجودة شغالين فعلا في مختلف المجالات في مجال المأولات طبعا أكيد المكان ده ساعد على فتح أبواب رزق كبيرة جدا للعمال والمهندسيين والصناعية بكافة أنواحها وجعل فرصة العمل موجودة وما زالت موجودة إلى أكثر من كده وخاصة أننا في مرحلة التشتباط فيها مجالات كتيرة جدا من فرص العمل مختلفة وكبيرة جدا وإحنا الحمد لله نشغالين فيها بقول إن شاء الله نسبة الإنجاز هنا بالنسبة للمشروع عندنا إحنا خلصنا الخرصانات بالكامل وحاليا في مجال التشتباط والمرافق والطرق ووصلت لحد الوقت الحمد لله إلى ما يزيد عن 40% من نسبة الإنجاز ومنتظر بمشيط الله أن يتم الانتهاء مرحليا من المشروع ده بالكامل خلال 2023 ومشيط الله أن ننتهي المشروع بالكامل مع أواخر 2023 شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك ولكل العاملين هنا في العاصمة الإدارية الجديدة أيضا مشاهدين الكرام هذه هي الصورة من حي جاردن سيتي الجديد هذا الحي المستوحاب الكامل من الطابع المعماري والطراز المعماري للقاهرة الخدوية القديمة نسبة إنجاز كما تحدث معنا ضيفنا العزيز قرابت يعني تنتظر في العام الجديد أن يتم الانتهاء من هذا الحي بصورة عامة شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعة أما الآن سنعود مرة أخرى إلى الزملاء في الستوديو